اهلا بكم مع الشاف شربيني معلقة كبيرة زيت زاتون علبة مشروم مقطع بصلتين مفرومين طريقة التحضير سخني زيت الزاتون في حلة كبيرة على نار متوسطة وحطي فيها البصل والمشروم والملح ونص كمية الفلفل وقلبيهم بالراحة من وقت للتاني لمدة من 10 ل 12 دقيقة وبعدين خلطي اللحمة المفرومة مع البيض والبقسمات وبدرة البصل وباقي الفلفل وخلطيهم كويس قوي وشكليهم على هيئة كور صغيرة ونحطهم في الحلة مع الخضار بعد كده حطي مرأة اللحم واسيبي الخليط يغلي بالراحة وقللي النار واسيبيه لمدة 20 دقيقة دلوقتي هندوب الزبدة في حلة صغيرة وبعدين نحط الدقيق ونسويه لمدة دقيقة مع التقليب لحد ما يتقل قوامه وبعدين نحط الحليب ونقلبهم ونسيبهم لحد ما يكتسب قوام سميك وبعد كده هنحط الخليط ده على الشربة في الحلة وندفي النار وعشان نقدمها هنحطها في طباق الشربة ونزين كل طباق بمعلقة من الكريمة الحمضة ويا رب أكلتنا تعجبكو وبالهنة والشفة وتابعونا دايما مع وصفات الشف شربيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر